السلام عليكم ورحمة الله كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير أول إشي بدي منكم تعزروني عشان عندي حالة برد وصوتي كتير تعبان أو قريب أو فلونزا اللي أنتوا بتسموها طبعا مو كورونا خلوكن معي لآخر الفيديو متروحوا برد يعني قريب حبيت اليوم أحضر معاكن الخضار المشكلة مع اللحمة بالفخار أو الطاجين شايفين شو شكلها حلو؟ هيد الأكلة مو بس شكلها حلو طعمتها طيبة كانت وأكل صحية وأكل كلها فائدة وسهلة التحضير على قد يعني ما تاخد منك ووقت بسيط على قد ما بتعطيك فوايد لكن خلونا نحضرها مع بعض ونروح للمآدير بعد ما نستعين بالله ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حباي بهاي المآدير أول إشي بسم الله عنا فلفل ملونة يعني حمرة وخضرة وصفرة عنا كيلو لحمة خروف أو غنم عنا بصلة عنا توم نسيت لكم يعني رجعت الله وعنا كوسة وعنا بطاطا وعنا بندورة طبعا حسب عائلتك وحسب يعني الكمية الموجودة أنا هدول هيك بيكفوني أول إشي بسم الله الرحمن الرحيم رح نحط اللحمة ونحط عليها البهار وتوابلها لللحمة إحنا بدنا شيء أول إشي يعني نفرك اللحمة ببهاراتها أول إشي تتشرب هي أول إشي أنا هون حطيت زنجبيل معلقة زنجبيل معلقة صغيرة وعنا معلقة إرفة وعنا معلقة صغيرة طبعا وعنا معلقة جوز الطيب وكمان حطيت أو رح أحط رح أحط هنا كمان سبع بهارات بس ما كتير يعني عندي هون توم بودرة كمان معلقة صغيرة توم بودرة يعني توم ناشف وفلفل أسمر بس في بهارات حطيتها سبع بهارات مشكلة لا تكتروا منها هاي براسل معلقة حطوا منها لأنه ما بنصحكم كتير فيها لأنه بتسود اللحمة هذا البهار أنا ما كتير بفضله هلا بنفركها منيحة منيح تتشرب من البهارات اللي أنا حطيتها هلا بدي حط أنا باقي الخضروات معها حطيت البطاطا ورح حط الكوسة وبعدها البندورة والله مصلى عنه بي واللفلفل اللي مشكلة على فكرة الخضرة أنتو يعني أنتو اللي بتحبوه يعني اختيار زوقي يعني بتكون تحطوا بروكلي فطر بتنجان أي خضرة أنتو بتحبوها أنا عندي كان هيك فحبيت أعمل يعني أعمل هادول الأشكال أو هادول المواد ومنحط زيت زيتون تقريبا ثلاث معالق يعني ثلاث معالق طعام مو صغر هلا بنفركهم مع بعض تحتها يعني يتجانسوا وياخدوا من اللحمة البهارات تبعيتها تيصيروا كلهم يعني طعمة واحدة ولون واحد وزي ما قلت لكم الخضرة اختياري يعني أي شي بتكون ياه بتحطوه كل مرة شكلوا فيهم يعني مرة فطر مرة بروكلي زهرة بتنجان اللي فات طيب طيب يعني كتير المهم هلا أنا جبت الطاجين أو الفخارة وحطت عليها زيت زيتون طبعا مو يعني تأديرا يعني تأديرية ما رح لكن يعني أداء هلا بحط البصلة طبعا أنا بس هون حطيت البصل التوم ما حطيته لأنه بديها لمرحلة تانية هلا أنا هون رح صف الخضرة اللي عندي بصفة كلها يعني دواير مع بعض ورا بعض انتو براح هيك تكون تعملوها مكعبات تعملوها هيك اللي بتكون ياه أنا هداول رح أسويهم لحالي وبرجع معاكن لما بخلص الصحن الفخار كله أو الطاجين شايفين كيف وهلا هيك بكون خلصت الخضرة كلها طبعا هلا أنا خلصت الصف اللحمة شلت على جنب لإني بدي يعني بدي إياها فوق الخضرة واللي زاد عندي من التتبيلة تبعية الخضار المي ما بكبها بخليها وبحطها لثلاث ورقات غار لشان يعني تتنكى وهيك غار أو أنا ما بعرف بسميه غار بيعطي طعم طيبة للخضار ومتل ما قلت لكم ما بدي أكب تتبيلة الخضرة بدي إياها لأنه وغير هيك اللي فلي فلي ما رح حطها هلا آخر إشي هلا أنا هون جبت لجريل ورح أقلل شوي اللحمة شوي بالزبدة هلا إذا أنت عندك لحمة عجل أو خروف أو يعني يعني مو مدسمي كتير حط زبدة عندك فيها شوي تهن أولية ما في داعي للزبدة بس أنا بما أنه أكترى كلها عبر يعني فيه كم قطعة فيهم ليا فحبيت حط الزبدة لأنه ولادي بيحبوها أو عيلتي يعني بيحبو طعمتها زبدة مالحة طبعا أو للطبخ بيستخدمها كتير أنا وقت ما أستخدم لحمة عفوني البقر بيضطري وبتعطي ريحة طيبة هلا أنا قلت لكم معي لحمة الخروف المهم هلا أنا هيك كلهم صفيتهم بالقريل ورح أخليهم يتقلب راحتهم مع حالهم يعني لهم وقت هو عن نظر أنت شلون بتحبي لحمتك شقرة شوي هيك يعني نصط إلايب راح أتكون أنا راح خليهم يستولى حالهم راح شوف شو راح أعمل شي تاني عبين ما هنه يصيروا طبعا ريحة التتبيلة كانت كتير بتشاهي يعني لسه ما خلص الأكل والريحة طلعت بمطبخي والبناء كلها هلا هيك أنا ستويتهم وقلبتهم على الوشين يعني هنه هلا آخر مرحلة خلصوا ما شاء الله ريحة يعني ريحة حلوة كانت يعني وحاولوا تنوصل النار تحت اللحمة لأنه أنا ما بدي أحرق لا لقريل ولا إيش لأني أنا لقريل راح أخذ زبدة ورح أخذ كلها التتبيلة كلها دي حطها فوق الخضار فحاولوا تنوصل الغاز أو النار اللي تحت الأكل أو اللحمة لأنه بدنا ناخد الجريل مو محروق هلا أنا حطيت التوم اللي كان معي من الأول هلا بقليه شوي مع اللحمة تطلع ريحته يعني ويطرى شوي وهلا رح أصف اللحمة فوق الخضراء اللي حطيتها طبعا هيك بتضمني أنه شوي اللحمة ما رح أطول معك بالإستوى وبتضمني أنه أنت قليت اللحمة ببهاراتها بتوابلها خلاص تعشعت وضروري التوم تحطي معاها ريحته زاكية وطعمته يعني طعمة اللحمة بتختلف بالتوم لا تحطي بين الخضراء التوم دائما خليه معت شوية اللحمة هلا أنا هيك بصفن كلون والله ما صلي على محمد وقاله محمد هلا بدي صفن كلون وبدي أخذ بوائل اللي قريلي لضلطل معي أو خليكم نتشوفوا يعني أو نشوفها مع بعض يعني هلا المي اللي زادت من طوابل الخضروات والفليفلة رح ديرهم كلون فوق اللي قريل طبعا اللي قريل قلت لكم لا تحرقوا أرضيته لأنه شفتوا يعني حندير الطوابل لأنه هاي الطوابل تعشقت بهارات وتجانست مع بعض هي رح تعطي طعمة للخضار واللحمة فنحاول قدر المصطدع نسحبها هلا أنا هيك عم حاول أنه غلغلهم ببعض وهلا بدي يحطهم فوق اللحمة أنا ما في داعي لأنه قلي اللفليفلة معاه لأنه حاطة طوابل وحاطة مع اللحمة طبعا لأنه رح تحمر على الفاضي فبدي إياها بعد تكون فرش عن جد أنا ما خلصت وقت طبخة بس أنا بتذكر أنه يعني هيك كانت لسه مو خلصانة وريحتها كانت كتير بتجنن هلا أنتو التوابل أو البهارات الاختياري كمان مو إجباري بس أنا عم بقلكن شو بحق وإنتو حرين يعني أنتو براحتكن شو بتحبوا هاي الأكلات منيحة كتير للي عنده أطفال يعني إذا بيمرقولن أسبوع بالأسبوع مرتين أكلات فيها خضرة كتير فيها فايدة طبعا ويغيروا تشكيلته الخضرة مو كل مرة نفس الشي يعني عطوا أولادكن الخضرة وكلوا أنتو اللحمة عم بمزح معاكن بس يعني ضروري الخضرة للأولاد الأطفال أو الأولاد اللي الله يحميهم يا رب هلا أنا هيك خلصت تعريبا خلصت تحضيرها هلا مبدئيا يعني هلا أنا رح أبدي صوس معها طبعا أنا رح أجيب زبدي وحط فيها معلقة دبس بندورة وحركن هيك لحتى يدوبوا معلقة دبس بندورة على نصف كاسة ما يشرب ورح أحط باربكا معلقة زي ما عم بتشوفوا أو معلقة أو نص وبحركن مع بعض بتيتجانسوا طبعا لا تحطوا ملح يعني أفوا لأنه إحنا حاطين بالتتبيلة يعني ما في داعي للملح وبهرات حاطين بس بابريكا ودبس بندورة ونصف كاسة مي وهلا منديرهم فوق الخضار كل لون اللهم صلي على محمد وآله محمد رح أحلأ أنا بدي حطها بورق سلفان جليلة كلها وبيدي حطها بالفرن تقريبا ساعة وربع أو ساعة ونص ما بتحتاج أكتر من هيك وعهوة أنت الفرن اللي عندك أو درجة الحرارة يعني هلا أنا بصراحة أخذت ساعة معي ساعة ما شاء الله طلعت خالصة هلا نحنا رح ناخدها سلفنا كلها حط لها ورق أصدير وحطها بالفرن هلعبين ما هي بالفرن دشرتها أنا هون ساويت عجينة هاي دي العجينة ببقى بعملها بعدين معاكن بأكلات تعني هاي دي العجينة عجنتها لما لما حطت طبق الفخار أو عفوا طبق الخضار المشكل بالفرن خليتها ترتع على جنب ويعني سكرتها هلا هيك استوى معنا الطبق واستوى معنا الخضار واستوت معنا اللحمة كله صار قلت لكم ساعة واحدة كانوا مستويين وشكرا بشاهي يعني هلا أنا برح شرب شوي اللحمة والخضار من المرأة يعني هي شفتوا هذا الصوص اللي حطيته آخر إشي يعني ما نشف ضل وأنا يعني أنا متقصدة يكون عندي صوص معها فيكن تعملوها ناشفة أو مع صوص هلا أنا رح شربها للخضار واللحمة هيك مش عن كلمة اللحمة استوت وأخذت بهار وبعدين عططيها مي وتتبيلة بتشرب أكتر هلا لهون فيكن تكتفوا أنتو ويصير الأكل معنا جاهز لأنكن تقدمو في ناس بتحب هيك بس عادي فيكن تكتفوا هيك يعني شوفوا شكله بجنن وخلص هو استوى يعني يعني صار للأكل هلا أنا بس حبيت دلل الولادي أو دلعهم فزي ما شفتوا العجين اللي من شوي خليتها تختمر هلا بطالعة وبرقة على قد إياس الفخارة أو الصحن تبع الفخار برقة هيك بإيدي تكون كلها متساوية طبعا هي كانت طرية أنا عم حط لطحين شعن ما تلزق بإيدي وهو يفضل يكون هيك برقة هيك على إياس الصحن مش عن حطها فوقه وسكره منيح منيح ما بخلي منفس إله لازم تكون إياسه على الضبط هلا أنا هون عندي أول إشي عندي خضار أنا شفته بالعجينة هيدا زعتر أخضر أنا كثير بحبه بالعجين خصوصا معجنات البيتزا هلا عنا صفار بيضة عنا نص معلقة نس كافي أو ستي كافي اللي عندك وعنا طبعا بس للون وعنا كمان معلقة خل حطيت أنا معلقة الخل متقصدة مشان تكسر زفارة البيض أو صفار البيض الخل بيكسرز زفارة طبعا صفار البيض هلا أنا رح إدهن العجينة إدهنها كلها بصفار البيض وبعدين رح أحطها وسكر الصحن فيها طبعا الفخار وما خلي إله منفس يعني بنوب مشان يعني ما يطلع الهوى والاستوى مشان منه فيه تستوي العجينة المهم هلا أنا هيك خلصتها طبعا عن فكرة هون نسيت حال وعادت أدهم في بالي عن بدها شي عادي ذكرت أنا عم بدها العجينة المهم هلا أنا رح أاخد العجينة زي ما قلت لكم وحطها فوق الفخارة وسكرها منيح مشاهل هوا ما يطلع وترتفع ماء العجينة عن اللحمة وعن المرأة طبعا ديكت سكرية مليح مرتين عدتها ها المهم هلا رح حط سمسة عفوا سمسة وراح حط حبط البركة طبعا هذا اختيار اللي بتكون ياه فيكنوا تحطوا شغلات تعني أنتوا بتحبوها هلا أنا عندي سمسة وحبط البركة بحطها بالفرن بالنص على درجة 160 وبراحطة براحطة يعني تاخد استوى وهلا هيك خلص معنا الاكل شوفوا شو كانت بانجد منظرة كتير حلولة وطعمتها وما شاء الله يعني بنصحكم تجربوها بمقاديرها وعزموني هم بمزح معاكن المهم نرجع للأكل لأني كني جعت أنا المهم هلا أنا رح اللي مصالع محمد وقاله محمد رح افتحها معاكن شوفوا يعني كانت حطة طرية ومستوية يعني كأني عم قطع سفنج أو هوا شايفين ما شاء الله العجينة كتير يعني ماخدة حقها ومستوية واللحمة اخدة حقها والخضار مستوي وسخنة كانت عفكرة النار اذا بتلاحظوا اللهب عم بيطلع منها ما قدرت مسيكها منيح يعني لا للخبزة ولا للحمة بس دايبة دوب زي ما شايفين بنصحكم عن جدة جربوها كانت كتير طيبة قلت لكم أنا هلا قطعت نص الخبزة اللي من فوق وحبيت حطها بالصحن للي بحب بياكلها بخبزة قلت لكم يعني شوي حبيت ادلعون اللي بحب بياكلها بخبزة مع خضار هيدا صحن يعني بكفي وعملت جنبها رز أنا سيتقلكن انه عملت لحالي رز يعني انه اللي بحب كمان يعكلها برز يعني فيه رز هلا ليش قلت لكم خلوا فيها شوية سوس او أنا متأصدق خلي شوية سوس منها مشان تطر الرز يعني يطروا الرز فيها عن جد يعني هي زي ما قلت لكم اكل مفيدة اكل مفيدة يعني كل فترة عاملوا لولادكم منها او لعائلتكم وشكلوا كمان بالخضرة يعني كل مرة شكلولهم بالخضرة يعني حتى بازيلة جزر اي اشي يعني الموم يعكلوا خضرة هلا هيك انا الصحن صار جاهز معي وهيدا اللي بخبزة يعني صار جاهز للاكل والتقديم وهلا رح روح على الصحن التاني اللي بالرز طبعا انا الرز عملتوا بيني وبين حالي يعني ما معاكن انتوا حرين بقى بتعملوا رز ابيض رز اصفر رز بشعيرية اي اشي بتحبوا تعملوا جنبها بطاطا خضرة مشكلة يعني خضرة نية قصدي اللي بتحبوا وهلا هذا الصحن اللي بحب الرز ومنصحكن عن جد جربوها باي خضرة انتوا بتحبوها طيب كتير وعملوها اذا عجبتكن يعني لا تنسوني باللايك والاشتراك او يعني او الدعا موتدوا علي ادعولي ولا انا هيك خلصت اكلتي معكن وان شاء الله تعجبكن وان شاء الله الف صحتين وعافية والسلام عليكم ورحمة الله ولا تنسوني بالدعا والاشتراك واللايك السلام عليكم اشتركوا في القناة